وهذه سلة أخرى من وسائل الصهيونية الفتاكة في العالم الإسلامي وفي غيره من ربوع الأرض شرقا وغربا إنه إشاعة الفوضى والفساد في المجتمع وذلك ببذر بذور الفوضى والانحلال خاصة بين الشباب فإن مثل ذلك يولث البلادة وحب الترف والدعا جاء في البروتوكول التاسع من بروتوكولاتهم لقد أتلفنا الجيل الحاضر من غير اليهود وأفسدنا خلقه بتلقينه المبادئ والنظريات التي نعلم أنها مبادئ ونظريات فاسدة وعملنا على ترسيخها في ذهنه كذلك من تلك الوسائل البشعة افتعال الأزمات الاقتصادية لقد أدرك اليهود أن المال هو عصب الحياة وأن الأزمات الاقتصادية تلقي بظلالها على الجماعات والأفراد لذلك سعوا إلى استخدام السلاح الاقتصادي لتقويض الحكومات والسيطرة على الشعوب يؤكد ذلك ما جاء في البروتوكول الثالث وسنعمد إلى خلق أزمة اقتصادية عالمية بكافة الطرق الملتوية الممكنة بواسطة الذهب الذي يجري بين أيدينا وهكذا جاءت تلك الوسيلة كأخطر وسائل الصهيونية على الإطلاق أيضا من وسائلها القضاء على الأديان عندهم أن كل ما عدى اليهودية من الأديان باطل واليهودية في زعمهم التوراة التي بين أيديهم وما أضافوه إليها من التلمود والتعاليم السرية من وضع الحاخامات واليهود بزعمهم هم صفوة الخلق وهم أبناء الله وأحباؤه وأما ما عداهم فهم الكفرة والأنجس